الحروف المقطعة تعلمون عنها الكثير طبعاً وَمَنْ مِنَّا يَعْلَمُ سِرَّهَا لكن ما نعلمه عنها لافت أيضاً لافت لا نقول محير لافت ومثير ليس محيراً بالعكس يُقَرِّبُنَا يُؤكِّد يَخِينَنا أنَّ لَهَا نَبَأً عَظِيمًا وَسِرًّا ضَخْمًا هَائِلًا وَسِرًّا ضَخْمًا هَائِلًا أَنَّ لَهَا الحروف المقطعة كما تعلمون أيها الإخوة في خمس مجموعات يمكن ترتيبوها مجموعات أُحادية مثل صاد قاف نون حرف واحد ومنها ثنائية مثل حواميم حواميم السبعة جاءت على الولي سبحان الله إلا طبعاً الشورى حاميم آية عين سين قاف هذه بعض ماعتبرها وحدها على أنها تدخل في الحواميم حاميم مثلاً طاها ياسين منها ثلاثية ألف لام ميم ألف لام را ثلاثية منها رباعية ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد ومنها خمسية وهي كلمة واحدة فقط أو حروف في موضع واحد جاءت كافها يا عين صادع أكثر ما يتألف منه الكلم العربي خمسة الأصل ثلاثي رباعي خمس ما في سداسي ما في أصل العربي سداسي يستحيل يكون أعجمياً مباشرةً تمام؟ معناها في أول إشارة هنا لها علاقة لها علاقة هذه الأحرف أيها الإخوة بمجموعاتها المختلفة إذا أخذناها كل الأحرف يعني ألف ميم تتردد في ست صور تقريباً إذا أخذناها باستمرار نجد أن عدتها ثمانية وسبعين حرفاً ثمانية وسبعين حرفاً كلها اجمحها كلها لأنها أتت في مقدم أو في رأسي أو في مستهل تسع وعشرين صورة ابحث عنها في كتاب الله تسع وعشرين أي صورة ابحث عن تسع وعشرين صورة واستخرج هذه ثم عد هذه الأحرف مع التكرار ما فيه مشكلة يعني ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم عد 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 ثمانية تساوي ثمانية وسبعين حرفاً تساوي عدد أحرف أول آيات نزلنا من كتاب الله فيه علاق معناها واضحة جداً وهنا الآيات الخمسة لأوائل من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الآية الخامسة عد الأحرف هنا بدقة تجدها ثمانية وسبعين حرفاً أحرف بداية السور بالمكرر كلها كلها عدها ثمانية وسبعون حرفاً هي ثمانية وسبعون حرفاً فيه إذن فيه علاقة هذه أحرف لا علاقة بالقرآن الكريم فيه 29 سورة فيه 29 سورة فيه 25 سورة من هذه السور مباشرة يذكى القرآن الكريم شي عجيب مثل قاف والقرآن المجيد حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإيه الذين من قبلك الله العزو الحكيم وهكذا مباشرة نحن نقصه كذا إنا أنزلناه قرآن عربية بعد ألف لامراء شيء غريب وفي أربع منها يدكى القرآن والاحتجاج له والانتفاع به ضمنيا بطريقة أي ضمنية طريق الرمز أو الإيماء أو الإشارة إذن لها علاقة بالكتاب العزيز وإعجازه إذا أخذناها صفيناها وحذفنا المكرر تنتهي إلى كم حرف إلى أربعة عشر حرفا إلى أربعة عشر حرفا الأبجادية كم تسعة وعشرون حرفا على طريقة سيبوي وأستاذه الخليل بن أحمد الفراهيدي طريقة تغيرهما ثمانية وعشرون لا عند سيبوي وأستاذه الخليل الأبجادية تسعة وعشرون حرفا إذن هذا النصف أربعة عشر أو خمسة عشر هو تقريبا النصف كما قلنا إذن ها وهي وردت في مطالع تسعة وعشرين سورة غريب إذن في علاقة في مطالع تسعة وعشرين سورة والأبجادية كم تسعة وعشرون حرفا وبعدين هذه الأحرف تمانية وسبعين بالمكرر من غير مكرر أربعة عشر حرفا نصف الأبجادية تماما اللي أعجب من هذا هاي يقول هذا اتفاقي عادي أربعة عشر ونص كم يمكن تكون اتناعش أو عشرة لا مش اتفاقي يعني نصف ضبط العجيب أن هذه الأحرف وهي نصف الأبجادية أخذت من صفات الحروف التي سيتم اكتشافها ودرسها بعد ذلك وتقعيدها علميا نبي ما يكن يعرف صفات هذه نبي في حياتي ما بعرف ايه صفات الهمس وصفات الجهر ما يعرف الأشياء هذه ما يعرف أخذت من كل صفات الحروف نصفها فتأتي إلى حروف الهمس مثلا المجموعة في كلمة ايه أو في كلمتي أو في جملة عفوا فحثه شخص سكت تجد ما تشوف نعمل هذا وحدك تجد نصف حروف الهمس متوفرة لهذه الحروف المقطعة البقية حروف جهر نصف حروف الجهر طب حروف الشدة نصفها تماما حروف الرخاوة نصفها تماما حروف الحلق نصفها الحروف غير حلقية نصفها إلى آخر الصفات عودوا إلى أي كتاب مبسط في علم التجويد وشوفوا هذه الصفات وطبقوها على إيه على الأربعة عشر حرفا نورانيا أخذت من كل نصفا كممكن تأخذ أكثر من نصف ليس كذلك؟ هذه لماذا النصف؟ هذه أيضا إيه؟ إشارة عجيبة وغريبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر